بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله نواصل في شرح الشابتر الثاني من مقرر التحكم الآلي وهنا سنناقش العنصر الثاني من هذا الشابتر بعد ما كنا شرحنا وتكلمنا جيدا عن وبالتالي سنناقش العنصر الثاني أولا سيجنل فلوغراف ميسون رول طيب أولا سيجنل فلوغراف ممكن نرمز لها بالSFG يعني الرمز SFG نرمز به أو نعني به سيجنل فلوغراف في هذا العنصر أو في هذا السكشن سنناقش بالتحديد ميسون رول أو قانون ميسون سنبدأ بميسون رسالة سيجنل فلوغراف ميسون رولة يعني ميسون هذا ميسون وهو يعني اسم لشخص معين يتكلم على السيجنل فلوغراف يعني طريقة ميسون سنطبقها على بعض الأنظمة التي يعني نوعا ما تكون معقدة السيجنل فلوغراف is a diagram that consists of nodes that are connected by a branch nodes mean like this this is a node that are connected by branches يعني هذه هي النود يعني مربوطة به بbranches هذا نسميه branches يعني بين النود هذا والنود هذا عمدي الbranches النود is assigned to each variable of interest in the system يعني في كل نود في كل نود يعني عندي variable مثلا x هذا يعني هو variable مهم في النظام يعني سيصبح يعني هو المؤثر على النود الأول هذا ال y مثلا هو output يعني variable في السيستم سيكون يعني التأثيره أو سيكون يعني صورة للنود هذا سيكون يعني القواعد والأليات التي كنا ناقشناها في العنصر الأول من هذا الشابتر وهي البلوك دياجرام الآن سوف يعني نستغني عنها ونتكلم بس على السيجنال فلوغراف يعني معادلات جبرية يعني تصف السيستم أو يعني تعطينا فكرة على النظام يعني علاقات رياضية وجبرية يعني عندي المعادلة البسيطة يعني ال y وكأنه هو الحاصل أو output هذا هو ال y في النود هذا ثم ال x هي ال input أو ال given يعني هذا هو ال input ال a هي ال path أو ال branch التي تربط بين ال y وال x وبالتالي y equal to i x يعني بكل بساطة يمكن أن نضعها في هذا الشكل وهنا يعني وكأننا يعني يعني أعطينا لهذه المعادلة يعني معادلة رياضية بسيطة y equal to i x أعطيناها إيش؟ أعطيناها السيجنال فلوغراف حقها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر